هذا خطأ الرأم خطأ مليون شور رأم الصحيح شور رأم الصحيح كان لفتا انفعال المدير العام للجمارك بدري ظاهر بعد اتهام النائبة بولا يعقبيان بتقاضيه راتبا خياليا في حلقتها مع الزميل جورج صليبي تحدت النائبة يعقبيان أن يتجرأ ظاهر على ذكر راتبه الفعلي بعد نفي اتهاماتها مرارا وأخيرا استجاب ظاهر وتحدى يعقبيان أن تظهر مستندات تعكس غير ذلك ولكن في مستندات حصلت عليها الجديد يتأكد لنا أن ظاهر لم يكن صادقا تماما في تصريحه الحازم فإضافة إلى المبلغ الذي صرح به يتقاض ظاهر شهريا حصة شهرية من حاصل صندوق الأموال الفائضة من أجور الأعمال الإضافية ومن رسم الخدمات ونظام الأعمال الإضافية في الجمارك يعطي المدير العام 160 حصة كحد أقصى وفي هذا المستند يتبين أن ظاهر تقاض في آب عام 2017 مائة وستين حصة قيمتها تسعون ألفا ليصبح المجموع 12 مليون وثلاثمائة وسبعة وستين ألف ليرة لبنانية وظاهر يشغل أيضا عضوية لجنة تنظيم التدريب الجمركي وكبدل أتعاب لعمله يتقاض حصة شهرية قيمتها تسعون ألفا مضروبة بمائة وعشرين حصة ليصبح المجموع ثمانية ملايين وستمائة وأربعين ألف ليرة كما أن المجلس يمنح شهريا مبلغا مقطوعا قدره عشرة ملايين ليرة لتوزيعها على عناصر الضابط الجمركية وفق ما يراه مناسبا وبذلك وبعد احتساب كل ما صبق يتبين أن المدير العام للجمارك بدري ظاهر يتقاض 42 مليون وسبعة آلاف ليرة لبنانية شهريا أي نحو ثمانية وعشرين ألف دولار عدم مكافآت تصرف كل ستة أشهر لم يصدق ظاهر حينما كشف عن راتبه ولكنه صدق حين قال أن كل قرش يتقاضاه قانوني إذ أن كل ما صبق صادق عليه المجلس الأعلى للجمارك وعليه لم تعد المشكلة مشكلة صدقية مدير بقدر ما هي مشكلة قانونية مشكلة القانونية اللي مطروحة أمامنا اليوم هي تشريعية قانونية قبل ما تكون أي شيء آخر نحن بنعرف أنه مجلس النواب بإمكانه يمنح صلاحيات تشريعية لمجلس الوزراء بيفوضه بأمور خاصة دقيقة بيحددها هو بحط إثارة بيعطيه صلاحيات تشريعية شو صار عنا؟ إجا مجلس الوزراء اللي هو أصلاً ما بيقدر يرجع يفوت حداً بصلاحيات تشريعية منح المجلس الأعلى للجمارك صلاحيات تشريعية بمخالفة كتير صريحة لمبدأ واضح لا تفويد على تفويد نالوا لمين ما كان يكون الشخص؟ أنت موظف؟ أنتو كمجموعة بتشكله هيئة؟ أنتو موظفين؟ أنتو حددوا رويتبكم تتقدم النيبة بولا يعقوبيان باكتراح كانون معجل المكرر توزع المبالغ المستوفات من الرسوم والأجور المذكورة أعلى شهرياً على كل موظفي إدارة الجمارك دون استثناء على أن لا يتجاوز ما يصيب الموظف الواحد من هذه الأموال مقدار أساس راتبه والحال هي أن لا مانع إذا ما كان راتب المدير بهذا القدر حتى لو حاول إخفاءه على أن مقابل هذا السخاء يفترض أن نكون أمام مديرية ومدير نموذجيين لا أمام مدير يعين كشافاً ثبت تورطه في تقاضي روشاً في لجنة لمكافحة الفسد ولا أمام مدير يوافق على توزيع حصص على مراقبين ثبت أيضاً تورطهم في تقاضي روشا آدم شمس الدين قناة الجديد